كابتن شحتة يمكن النجوم اللي كانوا معاك لما بيحكوا لي بولي كابتن شحتة كان اللعيبة الاحتياطي في المكافهة كان بيديهم زي الأساسي بالضبط صحيح فقالت لهم طب ازاي اللي لعب زي اللي لعب شاولي لا ما هو كان متفق معنا احنا كلاعبين لما آخر الماتشو احنا كاسبانين في آخر دقيقتين أو تلاتة يلاعب الاحتياطي عشان يدي له مكافهة زي اللي لعب أساسي صحيح صحيح وهو اللي قاعد ده مش حيلعب طبعا ياخد مكافهات كلها مكنش مكافهات كيرا مكنش مكافهات ما كانش في مكافهات زي المان وقال لكنا بنلعب للكورة لحبك للكورة طبعا حبك للكورة والله ما كانش موضوع طب قالوا لي كمان ان الكابتن شحتة عمل حاجة وحاجة كانت بترفع من روح معنوية اللاعبين لما يكون فيه لعيب مصاب وقعد فترة طويلة جدا ما بنلعب شيء ينزل هو الكابتن وبعدين ييجي يلعبه فبنزلوا كابتن صح دينه معنويات بتفرق مع اللعبة كابتن انا كابتن معروف خلاص اطلع انت بنا انزل بنا يعني دي كان بتدي حافز للعيب كمان ان يرجع بسرعة ومسئولية وكلام ده كله فعلا كان فيه لعيبة كويسة عندنا في النادي اول كابتن الفريق طبعا بيبقى بيخلي الفرقة كلها على قلبه واحد في المباريات او في المعسكرات او الكلام ده كله مين وانت بتلعب كان بي انت بتبقى تحب تنم معا في المعسكرات تبقى انتوا لتنم في غرفة واحدة ما بتسوبوش كان احمد يعقوب كان ابتن احمد يعقوب تسريحه كان معاي نتكلم مع بعض كده حاجات حلو قوي طيب احنا فيه برضو حمد عمر لعب معنا طبعا طلع من سيدي جابر وبدأ معنا وفيه محمد نور حمد نور فيه لعيبة كان النادي بي من ستاشر لتمنتاشر لتحت عشرين بس بتلاقي فيه لعيبة كويسة طب خش معنا حمد عمر لعب معنا كويس هل انت كان بيقليك رأي مع المدرب تقوله هات اللعيب ده وفلان 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 من نظرتك للعبين واللي هو اللي كان بيختار مين؟ المدير الفني الفرق زي مسلا كابتن كمال السباق انت كنت بتقوله فيه لعيبة كويسة كذا 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 دموهم اه 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 انا في التمرينة والتقسيم مش فيه مرة بقى في تقسيم اه 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 هي الترايماتش دي يعني انا كنا بنلعب من جمعة لجمعة بالزبط كان فيه يوم الثلاثة او الاربعة يوم الثلاثة اه ايوة ففيه ناس بتثبت الكلام ده فانت بتقول المدير الفني فيه لعيبة كويسة لازم تضموها علينا اه طب انا هقولك حاجة تقول من عادت تطلع اللي عندك احنا كنا كنا احنا لعبنا هنا هوة الاهلي اه وطلعنا صفر صفر وقالوا المتش المتش دا يتعاد يوم الثلاثة اه نزلنا نزلنا وخلاص هنتمرن يوم الحد نعم فواحد بقى في مدرجه مكلسوم ايوة يا عمي هو مسيكني هو اصلا اسكندراني مسيكني حبيبنا اللي بنتكلمه عن اه معافي التليفون النهاردة اه فوجعتني الكلمة فاهم ان انت بتتهرب من المباراة اه لا دي حصل بقى ايه الكلمة فيه كلمة تهد بنا ادم طبعا وفي كلمة تسعد بنا ادم طبعا انا في الكلمة في الكلمة اللي سمعتها من المدرج مكلسوم جالي هنا هو في الضمة شد شد وجع جامت جدا مزق وروح تطالع من من التمرين من التمرين اه اه اخلت وقلم غير عادي هنا هو اه والعضلة الضمة دي بتبقى صعبة هاوي يا ساتر اه المهم يعني الكلمة بتتوجهك طبعا تجيب لك اصابة اه فايه انا طالع بقى باعرج وماشي احنا هللعب يوم التلات طب يوم الحد انا هاعرف واحد بتاع صعيبالية في محطة الرمل ورايح داخل بازوك فقال ليه مالك فيه ايه داخل كده هوت تقول له هنا هو الضمة دي قال لي يا ابني انت عايزي بالزبط انت متقدرش تلعب متقدرش تمشي عليه انا جايلك ليه عشان تقول لي متقدرش تلعب اه لا هتعملي حاجة لازم تعملي حاجة اه قال لي يا ابني ما بلاش قال طوله كده لازم تعملي فيه بقى جاب ابرة 10 سنتي مخدر اه اللي هو اسمعه ايه اللي هي التخدير دي اه كورتزون حوالين الاصابة اه وحالك حوالين الاصابة بقى دي 2 سنتي 2 سنتي 2 سنتي 2 سنتي قبل المدش عشان يخدر العضلة كلها ايوا خدتها بقى وحطتها في قطن كده وحطتها في الشنطة وروح ترايح معنا دكتور احنا نعم نعم دكتور فضل الاصماراني اه طبعا اه فعلتله تعالى عشان تنزل لي 2 سنتي هنا 2 سنتي قال لي ايلا انا انا ما بدارش اعمل كده قلتله ما بدارش اعمل كده ايه ولمدرب كان عارف كابتن؟ لأ وروح بقى وتقول لأ ما كانش عارف كابتن كمالو كابتن كاتو اه قاله هو قال كده خلاص عملها له اعملها اشتركوا في القناة واجع واجع بس كسبنا خلاص